قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار استقرار التقص على المدن الشمالية مع تشكر صحب على غرب البلاد تلتحق بالمدن الوسطى والشرقية كما سيكون هناك تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى على كامل التراب الوطني بدءا من اليوم نستهل نشتنا الجوية بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجواء مغشات جسئيا على أغلب المدن الشمالية للوطن حتى الجنوب الكبير نمر مباشرة إلى حالة التقص المرتقبة لظاهرة اليوم نتوقع أجواء مغشات جسئيا على كل المدن الساحلية حتى على المدن الداخلية وصولا لشمال الصحراء والوحات سماء غائمة مع تشكر صحب كتيفة على الجنوب الغربي تتجه نحو الصحراء الوسطى لكن يبقى التقص مشمس وصوفي عموما على باقي المدن الجنوبية زوابع رملية موسمية تنشط محليا على شمال الصورة والصحراء الوسطى تتجه نحو الجنوب الغربي مرتفعة الهجار والتسليق التسل إلى أقصى الصحراء وحركة رياح تكون ضعيفة إلى معتدلة هذا على كامل التراب الوطني درجات الحرارة القصوى لظاهرة اليوم تصل بإذن الله إلى 20 درجة على منطقة وهران مستغنم 18 درجة بالجزائر العاصمة 15 درجة على منطقة عنابة 16 درجة على قلمة في حين سنسجل 10 درجات على الصيف 18 درجة على تيزي وزو 16 درجة على تيارة ومنطقة المدية حتى على البيض والأغواط 22 درجة بيتلمسان و12 درجة على منطقة باتنا بالجنوب 20 درجة على الوادي 21 درجة بورقلة وحسيم سعود 20 درجة على غرداية 22 درجة على شمال الصورة ببشار 24 درجة بعين سالح 26 درجة كأعلى مقياس على منطقة أدرار وبرج باجي مختار في حين سنسجل 22 درجة على تين دوف وتمن راس 24 درجة على عنق الزام و20 درجة على إليزي وجانت وعن الوضعية الجوية المتوقعة لليلة اليوم ليلة الثانية إلى ثلاثة نرتقي باجواء من صوفية إلى مغشات جزئيا هذا على كل المدن الغربية والوسطى تكون صوفية ومستقرة بشرق البلاد سحب عابرة على شمال الصورة الصحراء الوسطى حتى بالجنوب الغربي لكن يبقى صفاء يميز الجنوب الشرقي شمال الصحراء والوحات مرتفعة الهجار والتسليل سفاء أيضا يعم أقصى الجنوب الجزائري وحركة رياح تكون ضعيفة لمعتدل أحيانا هذا على كل المدن الشمالية والجنوبية للوطن درجات الحرارة الليلية تصل بإذن ليلة 7 درجات على منطقة وهران وحتى مستغانا 9 درجات بيتلمسان 8 درجات على الجزائر العاصمة بومرداس وتيزي وزوسة درجات على الشرق البلاد بمنطقة عنابا بجايا جيجيس كيكدا حتى قلمة درجة واحدة على الصيف درجة واحدة تحت الصفر كأدنى حد على باتنا 3 درجات بمنطقة البيض 5 درجات على السيارة والجلفة 4 درجات على الوادي 5 درجات بورقلا وحسيم سعود 6 درجات على غردايا إليزي وجانات 8 درجات على شمال السور 11 درجة على عين صالح وأدرار 12 درجة على الجنوب الغربي بمنطقة تيندوف 9 درجات على 8 راس 10 درجات على أقصى الجنوب الجزائري بيعنجزام وبرج باجي مختار نصل بكم مشاهدين إلى حالة البحر لنهار اليوم سيكون بإذن الله قليل الاضطراب على السواحل الغربية نتيجة رياح مختلفة الاتجاه إلى غربية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم في الساعة على السواحل الوسطى يكون البحر مضطرب بسبب رياح غربية إلى الشمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما على السواحل الشرقية فسيكون البحر مضطرب بسبب رياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقس لظهيرة وليلة اليوم وله أعلم وله أعلم